بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله المبعوث رحمة مهدا ما زلنا بنتفقد بيوتنا ونخلي حلقة يوم الحد عشان نلقي نظرة على بيوتنا نحاول نشوف قد إيه البيوت بتوفر فيها التوافق والسعادة لأن التوافق والسعادة هو بابنا الكبير للأمن والعيش بنعمة ربنا سبحانه وتعالى وعشان كده احنا في يوم الحد في حلقة التوافق والسعادة بنبحث بنبحث عن إيه؟ بنبحث عن أحوال البيوت ونعرض في حلقة التوافق والسعادة اللي بنبحث فيها المشكلات الزوجية وحلولها عشان نوصل للتوافق والسعادة عاوزين نتكلم عن مشكلة مشكلة قد تصل إلى أننا نوصفها بأنها زي ما بيسميها الناس لعنة لعنة بتصيب الزواج بتصيب الزواج في مقتل اللعنة دي لما بتكون موجودة بتخلي الحياة الزوجية في حالة كدر دائم ما الناس ما بيفقوش في البيت اللعنة دي هي اسمها لعنة الأخطاء القديمة وقبل ما نتكلم عايز أذكر حضرتكم بقولي تعالى وهذا القول وهذه الآية الكريمة نستحبها طول ما احنا ماشيين ومكملين في حلقتنا عشان نقدر نسمع بصدر رحب الكلام اللي احنا نقوله الله سبحانه وتعالى يقول وليعفو وليصفحو ألا تحبون أن يغفر الله لكم والله غفور رحيم أنا بقول كده ليه عشان نفهم بس أن الأخطاء ما بتبقاش نهاية العالم ولا احنا الإنسان إذا وقع في زلة ده ممكن يكون ده معناها أن الشخص ده اتوصم وأن الشخص ده الخطأ ده أصيل فيه ومش يتغير وعشان كده احنا لما جينا نتكلم عن الحلقة دي كنا بنتكلم بحرص شديد قوي 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 لأن احنا نقصد في الحلقة دي بالأخطاء القديمة الأخطاء اللي حصلت قبل الجواز وحكاها أحد الزجين وده هنتكلم عن مشروعية إن هو الزجين يحكوا عن أخطاءهم ويكشفوا أسرارهم لبعض في فترة الخطوبة تحت دعوة شفافية هنتكلم عن حكمها بعد شوي أو الأخطاء اللي حصلت بعد الجواز والزجون مش قادرين يتجاوزوها الأخطاء دي بنسميها الأخطاء القديمة لأنها مش موجودة دلوقتي هي كانت وانتهت لكن هي للأسف عملت إيه؟ بالنسبة لأخطاء اللي حصلت قبل الجواز وسببت اللعنة دي مستمرة لبعض الجواز فخالباً دي الأخطاء اللي بتتعلق بعلاقات سابقة وحصل فيها تجاوزات أو حتى ما حصلش لكن الأغلب الزج مش بيستحمل إنه يعرف إن الزجته كانت مخطوبة قبله وبتحب خطبها ويفضل شاكك فيها وخايف إن حبها ده يكون لسه موجود أو خايف تكون بتغلط نفس الغلطة اللي حاجت له عنها حتى لو كانت تايبة حتى لو كانت بنته أسول ومؤدبة وبيكون شديد الغيرة عليها على الدرجة من أنتقل بقى من المستوى الغيرة إلى مستوى الشك يشك في سلوكها ويتعامل معاها على إن هي إنسانة للأسف مش كويسة وطبعاً بتفهم من ده إنه هو مش واثق فيها وإنه هو واصمها إلى الأبد وتفضل تتعامل معاه على هذا الأساس لأنه فعلاً بيكون الرسالة دي بيوصلها بطرق متعددة والرسالة بتبقى واضحة قوي مش بحتاجة حد يفسرها وبالنسبة لأخطاء الزوج في الزوجة مش بتقدر تسق في زوجها لو كانت عارفة عنه إنه كانت ليه علاقات متعددة قبل الجواز وبيكون صعب تقتنع إنه تاب عنها لأنها متصورة بما إن الرجالة كلهم أعنيهم زيغة وبما إنه هو كمان أثبت زواغان العين ده بأنه كمان أقر ده على نفسه أو حكاة وهي عرفته وكان فتفضل تفتش أراد طول الوقت وتقلب حياته جحيم لدرجة إن الزوج ممكن يهرب من علاقته بيها ويروح للاحتواء البديل خارج الأسرة أو حتى أنا آسف آسف أو حتى الإخيانة لأنه طالما كده كده هو مشكوك فيه وطالما كده كده هو موسوم وطالما كده كده هو مش واسق هي مش واسقة فيه وهو ما عملش حاجة فبيعمل إيه؟ بيروح يعمل غلط بجد بقى ده مش مبرر إحنا بنفسر إيه اللي بيحصل في البيوت لذلك مما كانت الأخطاء لازم نعرف إن ده لا يجوز شرعاً للإفساح عنها آه نرجع بقى شوية لا يجوز للخاطب أو المخطوبة يحكوا معاصيهم لخطبهم أو خطبته ده معاصي ربنا سترك فلابد أن أنت تحفظ ستر الله سبحانه وتعالى فتكشف سترك إن الله سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء فأنت عليك ما يجوز الجهر بالمعصية لأن فيها استهانة بستر الله لأن الله سبحانه وتعالى لا يحب الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم وكان الله سميعا عليما يبقى أنت ما تعملش ده وحضرت النبي صلى الله عليه وسلم قال كل أمتي معافة إلا المجاهرون ما تجهرش معصيتك تبوش شففية يا مولانا وأن كل واحد فينا يبقى قدام التاني واضح لا دم شضوح ده يبقى مشوه اسمه ما تسموش الأشياء بغير أسماء